بالنسبة طبعاً نرجع للملفنا الأساسي ومباراة طبعاً القمة ما بين الأهل والزمالك إن شاء الله يوم الجمعة وحضرتك عندك أكيد أرقام وعندك إحصائيات بالنسبة للقاء اللي جاي يعني عرفنا على أهم الأرقام اللي ممكن تقولها للأستاذ المشاهدين بالنسبة للقمة ما بين النادي والزمالك بص انت عندك مباراة بين أقوى فريقين مش بس في مصر ولا أفريقيا في منطقة الشرق الأوسط كلها كان فيه استفتاء جميل عاملها مجالة غرض السكر من حوالي خمس سنين كان بتتكلم فيه على أبرز الدربيات في العالم طبعاً دربي ريال مديري وبرشرون احتل المركز الأول الدربيات سواء كانت أندية أو منتخبات فدربي البرازيل والأرجنتين خطيرت على المركز الثاني هو كالتشكيلة يعني مش شرط أن يكون دربي وخلاص في هذا الاستفتاء دربي الأهل والزمالك احتل المركز الخامس في العالم الخامس على مستوى العالم فطبعاً لا شك أنه ده بيعكس إزاي كرة القدم في العالم عرفة الأهل والزمالك حتى في أوروبا وحتى في دول كتيرة من خلال أنهما دربي مهمة جداً في مصر ومن خلال أنهما أيضاً أصبحوا من أعظم الأندية في أفريقيا في السنوات الأخيرة بشكل عام ومن خلال أنهما عشاق في كل أنحاء العالم يعني لو رحت الدول العربية هتلاقي لو رحت أسيا هتلاقي مشجعين الأهل والزمال فده اللي خلى أهمية هذا اللقاء لشان نتكلم على هذا اللقاء والمباراة اللي هي تعتبر في نهاية دورة أبطال أفريقيا يعني أنا يمكن بعتذر أن أنا أطلقت عليها لقب نهاية القرن أنا أول ما نسميته نهاية القرن أو بطولة القرن يعني ليه؟ لأنه طبعاً أعظم من وسط المباريات اللي جمعت بين الأهل والزمالك على مستوى كل المسابقات دي أكبر مباراة بين الأهل والزمالك بمعنى أكبر أكبر مباراة أعظم مباراة بين الأهل والزمالك ليه؟ لعبه في الدوري في النهاية دي بطولة محلية أصحيح بطولة كبيرة لكن بطولة محلية فلعبه مباريات 120 مباراة في الدوري لعبه في كاس مصر لعبه 34 مباراة لعبه عدد كبير من المباراة لعبه في السوبر المصري 7 مباراة لعبه زمان في بطولة منطقة القاهرة ولعبوا في بطولة الكأس السلطانية أول بطولة على أرض مصر تقام سنة 1916 ده كله على المستوى المحلي لعبوا كمان على المستوى الأفريقي في دورة أبطال أفريقيا ولعبوا في السوبر الأفريقي لعبوا في البطولات العربية ولعبوا أخيراً بقى المباريات والدي ما بين كل ده أهم مباراة هي المباراة دي ليه؟ لأنهم لعبوا قبل كامل مرات في دورة أبطال أفريقيا بس مش نهاية يعني التمن مواجهات بينهم ما كانوش أبداً مباراة نهائية فهي مباراة في السكة فتقل أميتها عن أنها مباراة بتحدد 3 ألقاب يعني دي المباراة دي 3 ألقاب بتـ 3 ألقاب دورة أبطال أفريقيا اللي كاسو حتتسلم بعد 90 دقيقة أو ربما 120 دقيقة من أول مرة يقام فيها نهاية دورة أبطال أفريقيا من مباراة واحدة بعد بداية البطولة في 64 وحتى الآن دائماً كان النهاية من مبارتين حتى البطولة الأخيرة اللي لم تكتمل بسبب طبعاً مباراة الوداد هو التراجي التراجي فطبعاً أول مرة يتعامل مباراة واحدة فـ 90 أو 120 دقيقة حددوا اللقب ودي أول مسابقة ثانياً بعدها بأيام قليلة سيكون كأس السوبر الأفريقي وحيكون بيجمع بين الفائز من الألوى الزمالي وفريق نهضة بوركان المغربي وحسن الحظ أنه هو في مصر الحمد لله فيعني اللي هيكسب حيبقى عنده فرصة كبيرة أنه يضيف لقب تاني ثلاث الألقاب بقى وده مهم جداً ليه كأس العلم للأندية اللي كان حتى آن قريب النادي الأل يحمل للرقم القياسي في عدد المشاركات في نهائيتها اشتركوا في القناة